أعلم أن الجزائر لا تهزم يجب أن نتحدث عن هذه الجزائر هل نتحدث عن الجزائر السياسية التي تتبعونها من وراءهم الأقضاء البيضاء أم الجزائر المجتمع والشعب الجزائري لماذا يتحدث الآن في تاريخ التاريخ أصبح أم الولدية سوف تخسرون هذه المعركة سوف تخبرون المعركة الآن نقول الجزائر لا تهزم هناك شخص هنا يسمى سعيد عرجيز قبل أن نعره قبل أن نعره قال إسرائيل قوة عالمية هزمت كل العرب للجزائر للشيء لنو العرب خانوا سعيد عزيز دكار كما خانوش لتروازيام ارمي انتعشاز لي كنو كرزا إسرائيل تاك مالقرير لدن ديز امريكا هيدو توليزالي روحا وتقرب تاريخي الكافية البكبك كماش خيانت حسن 2 وخيانت الروان تاع الأردن دي جورداني كمامش خيانات بس كين فرش كبير بنت حارب إسرائيل بشعب واحد مو واحد وبنت حارب إسرائيل بشعوب واقبائي لمتفرقة أعراب أشدو كفرن ونفاقة هذا يقول الجزائر لا تهزن لأن الجزائر ستونا انتتة اونيك ما من النظام الخامج هذا يسي يفرق ما من بانتلكم باللي الدنيا موخودة قاع صحنا جستما إن الأزمة تليد الهمة أنا نسمع في ناس يحضروا خيان يخلعوا في الشعب عن ديركتما وإسرائيل والالجيري وأكوز للجيري والبوليزاريو جتنا إسرائيل للمروك يا لور هاي جت إسرائيل للمروك يا لور فا تقلقنا إسرائيل فاهموني فا هي جت المروك ونروح للبنان هي جت المروك ونروح لسوريا هي جت المروك ونروح لجهات خرين هاي جت المروك ونروح للمروك يعني يوالا راتي ديركتما تحطف سيلونا ووشياب اللي معا لحزياء هاي جت المروك ونروح كنين للمروح لذلك التفاقب النواري أيها الشحره التي تخبرت هذه المروك اللي للمروح الإسرائيل ولا للمروح لايه ربما هذا بعيد يطلب كنين للمروح كنين بذلك منذ كبير لهذا الشعب الإسراء اللي كانت أفضل مليلا اللي أظر الشعب كنت هسر في الانضبط اليامين زروال خارج من أكاديميات عسكرية كبيرة العمارية أصيلة ميليتا محمد ما هي مجرحة مجرحة تصالح هذا كل ما يبدو هذا كل ما يبدو مجرحة ميليتا انتهازيين منتفعين أصحاب المنافع أضعهم الأقدام البيضاء فهذا الجزائر لا تهزم لكي نفهم المروك قلنا من سنة 1691 ومن قبل وهو يسي يدي العراضي لا يحب يحب اسم وهو أصلا ملك العلاويين المروك هذا الملك فرنسا واسبانيا الذي يداره أشكه لديه مشكلة عية الخارج تعرفوا عليه؟ لأن المروك دولة أمازيغية وشعب أمازيغي وهو ينتمي إلى بطارق الصحراء هذا السوداء يقول الرسول يجب أن يكون أمازيغ هذا لا يوجد من الأدريس من الأدريس والذي أمازيغ والذي أمازيغ والذي أمازيغي ينسيغي أننا نعجبهم الإسلام تبعوه يقولون أنه سيدي مولا لا يوجد خائفين منه يوجد خائفين من ربي برد لأننا لا نخاف ماذا نخاف كما نخاف في العباد قال أنه سنخاف النار لا يوجد خائف من المكة مثل حاجر الأسود يجب أن نعطي يجب أن المغرب ثاني يجب أن يتحرك من المغرب يضحون الأمازيغية يجب أن يتحرك يجب أن يتحرك مرد هذا المزيغ ليس محرد في إسرائيل يجبها الكلاب أخبرنا والذي سأرى من الطبيعة هل تبدأ من الأفريق أو من الخالج؟ العرب أشده كفرني فقط متكورين في القرآن الأعرب يجب أن أخبره هل يمكن أن أخبره؟ انظروا القضية لدينا في الجزائر يا جماعة أيها الشعب الجزائري قضية سياسية يجب أن نقضيه على النظام هذا الذي حكم الزائر بعد زائر يحكمها أولادها أولادها والذي يحبوها ويخدموها ويخدمو الشعب ويسعو به إلى التطور وإلى اكتساب مواقف القوة أو وسائل القوة ومالغراء هذا الجزائر لا تهزم فقط نفهمكم شيء نعطيها لزوديتر يجب أن تفهموا شيء يجب أن تفهموا شيء الأسلحة الدكية أسلحة خطيرة أسلحة دكية أسلحة خطيرة لكن أخطر منها الأسلحة الغابية التي يستعملها أدكية يجب أن تفهموا ويجب أن تفهموا ويجب أن تفهموا الأسلحة الدكية أسلحة خطيرة جدا لكن أخطر منها الأسلحة الغابية ويجب أن تفهموا ويجب أن تفهموا أسلحة الدكية أسلحة الدكية ويجب أن تفهموا محمد 6 ويجب أن تفهموا ويجب أن تفهموا ويجب أن تفهموا حينما لتقامل لتعلمكم حينما لتحصل المتحدث يجب أن تنسى المنشاكل قادرة تكون مواجهة حقيقية في كل هذه الحالات يجب أن ينسى درس لا ينسى حياته بكل به بالإيظالية في كل هذه الحالات المناطق التي سيسيطر عليها الجيش الجزائري والله لولا تلمرك وترى الرب